طيب أنا عندي سؤال تاني أنتي من الشخصيات اللي كان يقال عليك في ماس بيرو من الستات المزيعات الشيك وعملتي في وقت ما كانش فيه لفيسبوك ولا انستجرام ولا سوشل ميديا عملتي ليك تتيمة القلوب الحمرة وبقت سهير شربي مرتبط طيب القلوب إحنا في ماس بيرو بقين عارفين وإنه لبسوكه أصلا يعني كإعلاميات كبار وأسات ذا كان مختلف عن أي حد تاني أنا عايزة أسأل عن اللبس ده مين اللي علمكوا تنقوا كده التانييات الشياكة اللي أنتو علمتونا إزاي إحنا كمان نلبس جاية منكم مين علمكم بصي ولا كان فيه ستايلست ولا كان فيه أصل الاختراضة طبعا ما كانش حتى فيه اللبس مستورد كتير وبتاع زي دلوقتي ما كانش فيه زي ما بتقولي سوشل ميديا ولا كده حبيب كنت بتسافري برد جدينك أنا كنت أولا أنا من صغري بحب الأناقة جدا يعني من وانا والألوان والألوان الألوان فكرة أول واحدة لبسة الأخضر الزرعي الفوشيا الأحمر حضرتك برجي أنا برج الحمل أوه طبعا برج الحمل هو طيب قوي برج الحمل بس لما حدي يستفوته يفوت مرة يفوت مرة واثنين وثلاثة والثالثة والربعة بقى يا ويلو يا سواد ليلو يا ويلو بالعود بتاعي بيتلعبا لكن نرجع لللبس نرجع لللبس اللبس أنا أولا أنا وأحمد ثمير كنا بنحب قوي قوي نسافر برا يعني من هواياتنا السفر والرحلات فكنا أول الصيف وأول الشتاء ما كناش بنحاولش فلوس خالص كل فلوسنا رايحة على السفر والفسح في الوقت الفراغ يعني في وقت المفوض الشغل فأسافر أول الصيف وسافر أول الشتاء أشوف الموضة أنزل في باريزي على كل الأسواق وأشوف الفاترين والموضات والبتاع وأجيب كنت بأسرف فلوسي كلها على بس كل ما أكونش قادرة أقول لكم يعني كنت غاوية قوي من وانا صغيرة كنت غاوية البردة زمان كنت أجيب كان فيه مجلة اسمها مجلة البردة أكيد البردة دي كت بجيبلك أحدث صيحات وأحدث موضة والألوان وكنت أشتريها وكت مجلة يعني كبيرة تخينة كده كثيرة وغالية أحوش مصروفي عشان أشتري البردة ده من وانا صغيرة ده قبل ما أبقى موزيع من وانت صغيرة كنتك تكون ممثلة وبابا رفض اتعرض علي في بداية حياتي وأنا قدام مبنى مصفير وكده مرة كنت نازل أركب الأوتوبيس النهري كان فيه زمان الأوتوبيس النهري فكرة كنا بنركبه ساعات فلقيت حسن الإمام واقف بيصور فيلم فقالت عالي مش انت الموزيعة الجديدة اللي بيقولوا عليك برجيت باردو قلت له لا برجيت باردو ولا حالي أنا كنت محبا قوي برجيت باردو يعني كانوا ملونة أصلي شعر أصفر كده أما دخلت المبنى كانوا مسمييني فإيه رأيك ياشي خسيبك من موزيعة دي وتعالي عمل لك ثلاث أفلام كده عقد احتكار وتبقي نجمة النجوم حلو ده ولما يعرض علي بإسرار يعني وبرحت البابا بقى لا أنا أبويا بقى كان صعب جدا 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 أصلا أصلا وافق على الإعلام تلفزيون بالعافية أساسا بعفية العافية كنت مرعوبة منه لما نجحت في الامتحان كنت مرعوبة مرعوبة يعني كنت مرعوبة مرعوبة يعني قدمت في امتحان الموزيعات في الدور السابع كنت بشغل في الحسابات فوق خليت تعييني يجي أياميها القوى العاملة يجي على مبنى تلفزيون فما كانش تعيين على الموزيعات لازم اختبار فجيت تعيين على الحسابات فكلما يجي بقى امتحان الموزيعات أنزل من الدور الثلاثاشر للدور السابع على رجلية أنزل واطل على رجلية أنزل قدم وامتحن وقدمت كان أستاذ محمد سالم يا حبيبي أياميها وقدمت في امتحان الموزيعات ومرت بأمتحانات كتيرة فالفكرة قدمت ايه؟ ايه كان الجزء بتاع الامتحان؟ بصي هم قالولي انتي مين مسلك الأعلى في الإعلام قلت لهم أنا بحب جدا براءة سلوح جازي ملائكيتها كده وبراءتها قوة ليلى رستم وسطية أماني ناشط فقالولي حد حتى في اللجنة قالي يا خبرة بيد يعني انتي عايزة تجمع بين دول كلهم قلت لهم حلمي ان أنا أجمع بين دول كلهم وكان قبلوهم قبلوهم خالص من وانا في الأعدادية أحمد ثمير بقى وانت في الأعدادية؟ وانا في الأعدادية بيتنا كده مرة فايتم قدام تليفزيون فلاقيت احنا فامير طالب لفت نظري كموزيع ولا كراجل؟ كان أنا بصي لفت نظري كموزيع وكراجل وقولت الله ايه الراجل ده ايه الحنجرة دي الشياكة دي ايه كرفاتتي دي ايه دا وانا في الأعدادية؟ ولاي ولا على بالي ان انا حقابله في يوم من الأيام فأي الله ايه الكرفاتة اللي لابيسه و الشياكة وايه السود ده وايه الحنجرة دي وقفت تتصمرته قدام ما قدام التلفزيون سبحانه اللي هيا نصيب ان انا قابله بعد كلهم انا هايزة عاول ما قابلتي اول ما قابلتي اول ما قابلتي بعد منظر التلفزيون لما تفضل يعني انت معجبة بي مختزنة يعني صورته عندك اول ما قابلتي كم شين؟ اول ما قابلته تخضيت كم فين الاول يا سب؟ تخضيت والله اول ما قابلته ولقيته قدامي كده وانا كنت بريئة جدا انت كنت في المبنى؟ كنت في المبنى اه اه ولقيته في وشك في المبنى مزيعة جديدة صغيرة قوي دخلة كتكوتة كده كنت بكسب جدا وخجولة جدا كان عندي دخلة المبنى عندي عشرين سنة كنت صغيرة جيت خرجت صغيرة جدا ودخلة انا تربيتي اصلا يعني ايه محامة قفولة اه جدا فخجولة وكنت دخلة المبنى ده عاملة زي القطة المقمدة كده كتكوتة كده ولقيته قدامي وده بقى اللي افتكرتي اللي انت شفتيه في التلفزيون رحت عاملة كده هاه اعرفت مناطقت الحب الحب توقفت لغة الكلام كليكريم كشو الحب 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 توقفت لغة الكلام هنا لكن هو اخد بالو من خلاله اه اخد بالو من يكيسسو هو ده هو كان في الكونترول رووم وداخل يام الموجز الانباق وحيجنن يشوفني اصلا يعني هو عارف ان انا هطلع في اللحزة دي من بابل السوديو اه هو مرتبها يعني اه يعني هو قلت كده بعد كده بعد كده قالي لكن انتي ما كنتيش تعرفي ان هو مرتبها لا ما كنتش عارف انا خارجة من بابل السوديو لقيت قدامي طب قلت ايه؟ قالي بقى انتي بقى جميلة جميلات المبنى بقى اللي طال الجديدة القطة الحلوة اللي دخلة طبعا ما انا طقتش اصلا محطتش منطق والله احنا كنا جمان جيل خجول جيل بيكي استم